اشتركوا في القناة في اشواط الانتاج والمنتجين مع سن الحقائق ينطلق بحفظ الله ورعايته هذا الشوط هذا الشوط التاسع الذي تعلن فيها الانطلاق تعلن فيها التحديات الجميلة والرائعة عن البكار الحقائق يحمل شعارات واسماء نلحق بالمراكز المقدمة وشعارك يبدبي على مقدمة الشوط يقود المسار مع المراكز الأولى المتقدمة بينما المركز الثاني ثاني المراكز مشاهدين العزاء متابعين الكرام تتواصل في هذه الأسماء تتقدم هذه الشعارات التغيير على المركز الأول التغيير على حلا تاتي بالمركز الأول حلا تتقدم سالم بسعيد بن منانا تقود مسار الشوط بالشعار المتحدي بشعار المتحدي بينما تاتي في المركز الثاني وهذه دانات دانات أحمد بن سعيد بن زايد المزروعي يقدم دانات على المركز الثاني المركز الثالث ثالث المراكز وهذه وهجة وهجة تأتي في هذه اللحظات تقدمت من الجانب الآخر شعار حمد بن راشد بن غدير في هذا الاندفاع بينما وصول في هذه اللحظة مياسة سعيد بن اهلال بن سعيد العفاري على المركز الرابع المركز الخامس من تقدمت له في هذا الانطلاق الشاهينية الشاهينية هزاع بن حمد بن محمد الدرعي المركز السادس سادس المراكز وصلت في هذه اللحظات هناك في هذه اللحظات وهذا الاندفاع الجميل كل الأسماء غادمة كل الشعارات الله يا المرموم الله عودي إلى المراكز الأولى عودي إلى بمنان المتحدي حلا على المقدمة حلا على المقدمة أحمد بن سالم بن سعيد بن منانا يقدم حلا على مقدمة الشوط تغود هذا السيل وهذا الكم على المقدمة تليها في المركز الثاني وتأتي في ثاني المراكز تتقدم مياسة سعيد بن هلال بن سعيد العفاري يقدم مياسة على ثاني المراكز المركز الثالث شعارك يا بن كليب على ثالث المراكز يقدم في هذه الانطلاقات ربشة ربشة سيف بن علي بن كليب يتقدم لكن شوف الغدوم ما شاء الله شوف الأسماء من الجانب الآخر شوف الشوط ما شاء الله مثير للغاية في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق مع هذا الشوط لمن هذا الشوط لمن هذه الانطلاقات والتحديات هناك الدخول أيضا من قبل تكريم تكريم ظافر بن راشد بن سويدان بن حضيرم على المركز الثاني بعد تكريم اللي تدخلت على المركز الثالث هذا بن عيف رصاد أرصاد حمد بن سيف بن عيف العامري يقدم أرصاد لم تار الأخيرة لم تار الأخيرة لمن هذا الشوط لمن الفوزي والناموس هذه تدخلت أيضا الشاهنية سليمان بن مسلم بن سليمان الدرعي ولكن أعود مع جولة الأوامر أعود مع جولة الأوامر تتغدم بالمركز الأول تتصدر هذه هاملولة هاملولة تغدمت حمد بالدود بن سالم بالأسود العامري العامري على مقدمة الشوط على المركز الأول العامري على المركز الأول ولكن الشاهينية الشاهينية اسليمان بن مسلم الدرعي اسليمان بن مسلم الدرعي وظافر بن راشد بن سويدان أهل الهيار ولكن الأقرب حتى هذه اللحظات هملوه هملوه لحمد بالدود بن سالم بالأسود حمد بالدود بن سالم بالأسود العامري بيادا جميل بيادا جميل أداها جميل وظافر بن راشد بن سويدان لم تار الأخيرة لم تار الأخيرة هملولا هملولا حمد 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 بالدود بن سالم بالأسود العامري تهانين على الفوز والناموس بينما المركز الثاني من وصلت فيه تكريم لظافر بن راشد بن سويدان الاكتبي والمركز الثالث ثالث المراكز من وصلت فيه رسمية لمطار بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي المركز الرابع المركز الرابع من نافست من البداية بهذا الانطلاق اللي هي الشهنية سليمان بن مسلم الدرعي والمركز الخامس المركز الخامس من وصلت فيه رصاد لحمد بن سيب بن عيف العامري هكذا كانت النتيجة عودي للتوقيت الزمني في مسار هذا الشوت وانطلاقاته وتحدياته خمس دقائق أو ست دقائق وخمس أجزاء من الثانية من غدمة هذا الأداء الجميل هملولا وحضت بن عموسي هذا الشوت هملولا وحدة مالكة حمد بالدود بن سالم بالأسود العامري هذا السلام وهذا الفوز المركز الثاني ست دقائق وتسع أجزاء من الثانية من حل التكريم ظافر بن راشد بن سويدان بن حضيرم على المركز الثاني وقدمت كذلك أداء جميل المركز الثالث بمفتاح غدم توقيت زمن ست دقائق وثاني وأربع أجزاء من الثانية من غدم لنا رسمية مطار بن راشد بن مفتاح الشامسي هكذا كانت النتيجة تهنينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة